نتطلع إلى العيش في فلسطين القانون ونريدها وطن مساءلة وشفافية وعدل عدل حواري متعدد يعنى بالشؤون والأحداث والقضايا الحقوقية ويسلط الضوء على واقع الحقوق والحريات العامة والعدالة في فلسطين عدل رؤية إعلامية تقدمها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم عدل يأتيكم كل يوم اثنين الساعة السابعة مساء ويعاد الثلاثة والخميس مع أنس الكسواني بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير متابعي شبكة وطن الإعلامية المحترمين السادة حراس العدالة من قضاة ومحامين وعضاء نيابة عامة يا أهل فلسطين الصامدة في كل مكان أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القانونية عدل والذي نقدمه بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم نصديف اليوم كل من الدكتور طالب عوض عضو مجلس إدارة مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات المرصد والمحامي بلال برغوثي المستشار القانوني لإتلاف أمان وعبر الاتصال الهاتفي ينضم إلينا السيد فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية وذلك للنقاش الموضوع التالي انتخابات الهيئات المحلية وأحكام الدعاية الانتخابية نبدأ أول شيء مرحب بالضيوف جميعهم الحاضرين في السوديو سيد فريد طعم الله نبدأ مع الدكتور طالب عوض سيد الفاضل حضرتك عضو مجلس إدارة مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات المرصد اليوم نحن أمام انتخابات هيئات محلية في مرحلتها الثانية طبعا كنا قد تحدثنا سابقا عندما تم إعلان عن المرحلة الأولى أنه كان يفضل أن تتم الانتخابات المحلية مرة واحدة يعني ما فيش داعي كان للتجزئة كانت وقته في ذاك الوقت كان المبرر الحكومي للتأجيل أو للتجزئة اللي هي جائحة كورونا وتداعياتها والاكتظاظ وإلى آخره الآن بغض نظر عن ما حدث سابقا وصلنا اليوم إلى المرحلة التي ستجري فيها الانتخابات في الهيئات المحلية المصنف بلديات خلينا نسميها البلديات كبرى البلديات الكبيرة زي البلديات المحرزة خلينا نسميها يعني فيها عدد سكان كبير تمام طبعا كل وطن محرز يعني من أصغر قرية لأكبر مدينة بنحكي عن مثلا زي نابلس الخليل جنين البلديات الكبيرة اللي فيها عدد سكان كبير التي قد تعطي مؤشرا حول التوجه السياسي برضو للناس يعني برضو هذا قد يكون أحد أسباب تأجيل الانتخابات أو تجزئتها تمام اليوم نحن أمام كثير من القوائم ترشحت الانتخابات بقراءة سريعة بعد إذنك يعني ما هو واقع الانتخابات اليوم يعني شو الوضع الانتخابي كم قائمة ترشحات كيف وضع المرأة في هذه الانتخابات ما هو وضع الانتخابات في قطاع غزة طبعا هذا يمكن موضوع بعجالة بعد إذنك يعني موضوع قطاع غزة يعني لماذا لا تجري فيه انتخابات في قطاع غزة وين نوصل في موضوع هذا حكاين نكمل في برنامج في المواضيع الأخرى إن شاء الله شكرا جزيلا بالبداية نحن الآن عشية المرحلة الثانية للانتخابات اللي هي بـ 26 من الشهر الجاري وهي الانتخابات المحلية 2021-2022 هذه الانتخابات ستشمل كان الأصل أن تشمل حوالي 102 هيئة ولكن نظرا لأنه في عدد من الهيئات لم تقدم قوائم وعدد من الهيئات قدمت قائمة واحدة بالتسكية فستقتصر الانتخابات فقط على 50 هيئة محلية وهذه الهيئات هي بالأساس كما أشرت هي مراكز المعابضات في المدن الكبرى وهناك طبعا قوائم متعددة في بعض الهيئات وصل عدد القوائم إلى 11 قائمة وفي 8 قوائم وفي بعض مناطق أقل ومن هنا تنافس تنافس شديد سيكون في الانتخابات وكما تعلم هو الانتخابات هذه ستجرى على نفس القانون اللي صدرت واجرت عليه الانتخابات السابقة منذ عام 2005 بالمرحلة الثانية والثالثة والرابعة في 2005 والآن وجرت انتخابات 2012 وكذلك 2017 ونحن الآن أمام الدورة الأخيرة اللي هي 2021 2022 ستكون على نفس القانون اللي هو صدر في 2005 هذا القانون اللي بيحدد أن الانتخابات تجرى على أساس انتخاب تمثيل نسبي على أساس القائمة المغلقة وهناك شروط طبعا لترشح في القوائم وشروط لتمثيل المرأة تمثيل النساء حسب النص القانوني واضح أنه عندنا لا يزال النص بأكد على كوتل المرأة بمقعدين في الهيئات التي عددها 9 و 11 و 13 و 3 مقاعد في الهيئات اللي 15 معظم القوائم حددنا طبعا رشحت نساء ولكن العديد من القوائم كان يضع المرأة في الموقع القامس طبعا في بعض القوائم وضعت المرأة في رقم 4 أو 3 أو 2 أو حتى 1 ففي عندنا حوالي 8 قوائم تترأسها نساء وهذه قطوة إيجابية نعم نعمل أنه النساء طبعا نسبة مشاركتهم بالترشح حوالي 26 مئة تقدراتي النتيجة ستكون حوالي 20 مئة بقاط لتمثيل النساء كل احترام لحضرتك طيب الأستاذ بلال بورغوثي المستشار القانون لإئتلاف أمان سيد الفاضل يعني نحن نتحدث عن انتخابات الهيئة المحلية وأحكام الدعاية الانتخابية نعم صحيح يعني موضوع الدعاية الانتخابية موضوع مهم جدا لأنه هو المرحلة التي تسبق مباشرة مرحلة الاقتراع تمام الآن لربما بعض يعني نحن خلينا نحكي بشكل عام وهذا المفهوم لكل الناس تقريبا بأنه هناك ناس مثلا معروفش توجهوا البعض يريد أن ننتخب على أساس حزبي مثلا البعض سيننتخب على أساس عائلي يعني أنه العيلي البعض يريد أن ينتخب على أساس مثلا فكري هذا أقرب علي من هذاك وهناك الأصوات الحائرة خلينا نسميها نعم الأصوات الحائرة هي طبعا هي التي يسعد جميع إلى استقطابها يعني فيح نحكي إذا أنا مترشح عن قائبة حزب فلان مثلا أكيد كل أغلب أعضاء الحزب إذا مش كلهم رح ينتخبوني سواء عمل دعاية ولا ما عمل دعاية تمام الكل بتنافسها صوت الحائر لأنه قد يرجح الكفة لهذه القائمة على حساب تلك القائمة الآن لذلك وضعت الضوابط للدعاء الانتخابي في قانون الانتخاب وهناك لدينا أيضا ما نسمى بجرائم الانتخابات تمام وهي جرائم قد تصل عقوبتها للحبس يعني في بعض الجرائم والغرامات العالية تمام الآن في الانتخابات الهيئات المحلية كيف ترى حتى الآن التزام القوائم الانتخابية كأتلاف كمرصد حقوقي مراقب حضراتكم كيف ترون التزام القوائم بالدعاية الانتخابية حتى الآن وهل ترون بأنه خلقات جدية وقعت لأنه مع أن الحمل الانتخابية ملهاش يومين يعني من بلج جرائم جدية وقعت قبل يعني في بداية هذه الدعاية الانتخابية في المرحلة الحالية الأولى يعني مازلنا في بداية الدعاية الانتخابية نعم أخي أنس دعني أوضح أن يعني اهتمامنا في الاتلاف من أجل النزاه والمساءة لأمان في الدعاية الانتخابية يأتي من أربع مجالات أساسية نعم وهو ما نراقب عليه وهو ما يمكن أن أجيبك على سؤالك بخصوص الانتهاكات المتعلقة بهذه المجالات الأربعة يمكن تركيز الضوء على أربع نقاط فرعية النقطة الأولى هي مسألة التمويل الانتخابي أو تمويل الحملة الانتخابية النقطة الثانية هي مسألة حيادية السلطة التنفيذية ولا سيما الأجهزة الأمنية النقطة الثالثة هي حيادية الإعلام الرسمي في هذا الجانب في جانب الدعاية الانتخابية النقطة الرابعة هي حيادية الدين واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية فهذا المجال الأول ضمنات النزاهة في الدعاية الانتخابية المجال الثاني هي ضمنات المسائلة في الدعاية الانتخابية ونقصد هنا مسألة الرقابة وتفعيل الرقابة سواء الرقابة الرسمية ممثلة في لجنة الانتخابات المركزية أو الرقابة غير الرسمية سواء عندما نتحدث عن الصحافة والإعلام والمجتمع المدني ونحن في الاتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان جزء من هذه الجهات المراقبة وأيضا عندما أتحدث عن مسائلة أتحدث عن تقديم التقارير وخصوصا التقارير المالية وأتحدث عن نظم شكاوة تمكن أي مواطن من تقديم شكاوة بهذا الخصوص المجال الثالث هو مجال الشفافية وموضوع نشر المعلومات المالية المتعلقة بالتقرير يعني القانون الهيئات المحلية أوجب على القوائم سواء الفائزة أو الخاسرة أن تقدم تقرير يوضح فيه مصادر التمويل وأوجه الإنفاق يجب أن تكون هذه المعلومات أيضا متاحة ومحل للحق في الحصول على المعلومات والنقطة الرابعة التي تطرقت إليها أستاذ أنس وهي مسألة الجرائم الانتخابي وهنا دعني أوضح لك ليس فقط الرشو الانتخابي هي التي يمكن أن أعتبرها جريمة فساد وهناك مطلق بالتمويل وهناك جرائم قد تكون جرائم جنائي عندما أتحدث عن المتاجرة في النفوذ الوظيفي وهو ما يمكن أن يتمثل بأن يقوم مسؤول أو وزير أو صاحب سطوة بفرض التصويت الانتخابي وهنا أستاذ أنس ليس فقط على من ذكرتهم الحيادين أو من ليس لهم توجه قد يمارس هذا الشيء على أشخاص لهم توجه معين ولكن بالضغط والإكرار يتم توجيه تصويتهم نحو شيء معين وإلا قزلك يعني وإلا رزت رزت كان يمارس وزير على موظفيها أو مسؤول أمني على أفراد الأمن التابعين له أنك عليك أن تصوّد لصالح الحزب الفلاني أو القائم الفلاني أنت وعزتك نعم مثلا فهنا أتحدث عن جريمة متاجرة بالنفوذ وهنا أتحدث عن وفقا لقانون مكتفحة الفساد واحد لسنة 2005 بتعديلاته والصادر بال2018 هنا أتحدث عن جريمة جنائية وليس عن الحبس وإنما أتحدث عقوبتها تصل إلى السجن أيضا أتحدث عن جريمة الواسطة والمحسوبية والمحباة عندما تخالف السلطة التنفيذية أو مثلا المؤسس الإعلامي الرسمي واجبها في الحياد تجاه القوائم المتنافسة في الدعاية الانتخابية وتمكن قائمة على حزاب الأخرى من أن تصل إلى الجمهور هنا أتحدث عن شبهة واسطة ومحسوبية ومحاباة تعتبر شبهة الفساد وآخر شيء يمكن أن أتحدث عن استغلال النفوذ الوظيفة كأن يقوم مثلا القائمة الحالية أو الرئيس الحالي أو حتى الحزب الحاكم باستغلال المقدرات الدولة لتسهيل عملية الدعاية الانتخابية لمصلحة الحزب الحاكم أو لمصلحة القائمة فبالتالي نتحدث عن مجالات كثيرة تعلم أن فقط أول أمس بدأت الدعاية الانتخابية نتلقى في الإتلاف من أجل النزاه والمساءة لأمان لا أستطيع التأكيد لك المعلومة خلال هدين اليومين خصوصا أن الأمس كان عطلة رسمية وبالتالي هذه مسألة هي محل رصد بالنسبة لنا في إتلاف أمان مدى وجود خروقات للمجالات الأربعة التي حدثتك دكتور طالب في بداية السؤال سألنا عن غزة ما الذي منعه؟ قبل أن نكمل الحديث مع حضرتك بدأنا نسألها بشكل سريع أين قطاع غزة من هذه المعادلة؟ نحن نحب الانتخابات نحن نطوقين لهذا السلوك الديمقراطي الحضاري لأن المشاركة في صنع القرار سواء على المجتمع المحلي أو على الصعيد العام لكن غزة وين دورها في هذا الموضوع؟ أين هو قطاع غزة في الانتخابات؟ غزة كانت مشاركة في الانتخابات في عام 2004 أو 2005 يعني بالانتخابات المحلية 2004 على المرحلة الأولى والثانية وعندين 2005 لما جرت بعد تعديل القانون بشهر 9 أو بشهر 12 شاركت غزة وغزة كانت مشاركة في الانتخابات في 2016 لما صدر القرار لإجراء الانتخابات في 2016 وبدأت العملية في قطاع غزة ولكن توقفت بعد طعون اللي تمت في المحاكم وتمت أجيل الانتخابات من 2016 ل2017 وهنا غزة حرمت من الانتخابات غزة محرومة من الانتخابات المحلية منذ عام 2005 حتى الآن وبذلك نحن نتكلم عن مدة أكثر من 17 عام يعني مدة طويلة ولذلك مطلوب غزة أن تشارك بالانتخابات وأنا أعتقد نظرة أنه لم تكن لا هي بالمرحلة الأولى ولا بالثانية نتأمل أن يكون هناك مرحلة ثالثة وتسمى مرحلة الانتخابات في غزة نعم ونتأمل أن تكون هذه ليست بعيدة يعني ممكن يتم اتباق عليها توافق عليها نعم عن تجريب نهاية شهر حزيران نعم وليس حزيران بداية تموز يعني بمعنى بلكن يجب أن يتم التوافق عليها ولجنة الانتخابات المركزية هي اللجنة التي ستنظم الانتخابات كما نظمتها بالضب الغربية هي مسؤولة عن تنظيمها في قطاع غزة نعم ولجنة الانتخابات هي لجنة يعني متوافق عليها بين الضب وغزة يعني وهي كانت اللجنة وهي لجنة مستقلة نعم ستعمل تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وكان موافق عليها بكل العملية نعم ولهنا يجب يعني العمل على أنه يصدر قرار بإجراء الانتخابات في قطاع غزة نعم ومن أجل إجراءها وهي بناحية حق للمواطنين نحن نحكي عن حوالي أكثر من مليون ناخب في غزة محرومين من حق الانتخابات المحلية نعم وبنسبة كبيرة منهم أكثر من نصف مليون بشكله شباب لم يمارسوا حقهم بالانتخابات المحلية إطلاقا طول حياتهم نحن نتكلم عن النسبة كبيرة يعني يعرفوا شو هي الانتخابات 55% من عمرهم بتاع السنة 35 سنة مشاركوش بالانتخابات هنا موضوع غزة مهم جدا أن تجري الانتخابات نعم أنا أدوجه لك سؤال بعد ذلك يعني نحن تكمل لما قال الأستاذ بلال برغوثي يعني حكى عن أمور مهمة لأستاذ بلال أيضا يعني من حيث الرقابة على العملية الدعاية الانتخابية حكى عن موضوع اللي هي التمويل يعني التمويل تحياد الأجهزة الأمنية أو الحكومة الفلسطينية السلطة التنفيذية أنه مش ممنوع تحابي جهة على حساب جهة أخرى هذه الموضوع يعني مهم أن نعرف أنه طبعا موضوع الاستغلال النفوذ والوظيفي برضو نحن نحكي فيه دائما في الانتخابات نحن نعلم أنه ما زلنا نحن فتييين في مسألة المشاركة الديمقراطية يعني لسان كثير صغار في هذا الموضوع وأكيد واصل الرسالة لأغلب المواطنين يعني لأغلب الناس أن الانتخابات هي عبارة عن سلوك دمقراطي مكتسب يعني في النهاية الثقافة الانتخابية هي عبارة عن ثقافة زي الطفل الصغير يعني بيبلش يمشي بيحبي بيوقف بعدين بيصير يركض يعني لازم الواحد شارك أربعة خمسة سبعة مرات في حياته في انتخابات عشان يعرف شمع انتخابات تمام؟ للأسف نحن محرومون من هذه الميزة خلينا نسميها أو هذا الحق يعني تمام؟ الآن نحن يعني بتيجي كل فترة عند الانتخابات بنلاقي أنه فيه خروقات الكل بحكي عنها خروقات أثناء العملية الانتخابية وبعض العملية الانتخابية فش محاسبة تمام؟ يعني هل لك أن تبرر يعني أول شيء هل هذا الشعور حقيقي ولا لا؟ يعني أنا بشعر أنه أثناء عملية الانتخابية ما ذكروا يعني ما نهتانها عنه أمان لا يمارس في عرض الواقع تمام؟ وبعد الانتخابات فش محاسبة ماذا نفعل؟ وهل هذا الحقي فعلا موجود؟ يعني أنا ممكن إحساسي غلطي شعوري غلط أول شيء يعني شوف موضوع القانون الانتخابات المحلية نحن كان بحاجة لتطوير لهذا القانون وكذلك بحاجة لأنظمة تنظم أكثر الموضوع القانون الممارسة للانتخابات يعني مثلا إحنا القانون الانتخابات المحلية بيسمح للموظف الحكومي يترشح للانتخابات نعم ما بيش حاجة لاستقالي كممكن أن يفترض أنه يصير بما أنه يدخل بحملة انتخابية يجب أن يكون على الأقل إذا بيش استقالي يكون فيه إجازة غير متبوعة الراتب نحن ينتهى ما حد التخابات كشخص مدير عام أوها وخاصة أنا بتحدث عن الرتب العليا يعني أنا إذا بدنا نناقش بعليا أنه لازم نقول من رتبة مدير عام بما بوق ممنوع يترشح ممنوع يترشح ممنوع يترشح هذول يفترض إما يكون شرط الاستقالي عليهم أو أنه يكون على الأقل ممنوع مارسوا بدعايا لأي حد لأن هذول يؤثروا نعم يعني ممكن موظف عادي بفترة عمل شارك بما رجالنا شارك كذا تقول أوكي يعني مش رئيس قسب رئيس الشعب يعني بأترشح عنه يعني مثلا وزير تربية التعليم على بس أسبيل المثال ستين ألف معلم يعني بمعنى الوضائف العليا اللي هي المصنفة عندنا مدير عام يسموه A4, A2, A3 و A1 يعني والوزراء ولكده يعني فهذه الفتراز يكون موضوع آخر موضوع التوميل إحنا ما عندنا مصر كمان على خلاف الانتخابات العامة عندنا مصر في الانتخابات العامة في صقف للأحمد المعنى كان عندنا صقف سابقا مليون دولار عندما كان عندنا مليون دولار للقائم كان عندما كان في دوائر فردية كان بستين ألف دولار للمرشح البرد نعم نعم هذا ممكن بحاجة للمتقبل يكون في صقف يعني نصنف الهيئات التعارض على أساس الباجيم الهيئات الكبرى الهيئات المتوسطة الصغرى الكبرى مثلاً عشرين ألف دينار الصغرى يكون عشر تلاف أو خمس طاعة مثلاً مثلاً يسير في صقف يعني إلى القائمة عشان يكون معقول يعني وهذا الحكي بمنع بلما أخذ مصارف الإيد يعني وهذا بتطلب إجراءات بتطلب على كل قائمة أن تفتح حساب بنكي ويكون محدد من المفوضين بالتوقية وهذا الحساب البنكي يكون ينقام عنه السرية المصرفية والحساب البنكي يكون مسؤول عنه يخذ على تطقيق بعد انتخابات نعم قبل تاريخ فتحه وبعد إغلاقه 15 يوم من انتخابات وهذا يرتبط بالتقرير اللي مطلوب بالقانون يعني كثير إجراءات أنا أعتقد بحاجة إحنا مستقبلاً بعد إجراء الانتخابات اللي هي 26 أذار وبعدين شهر 4 رمضان وممكن بعدها ندخل في ورشة حقيقية لتطوير كل القانون والقوانين الأخرى الحكم محلي بما فيه موضوع التوميل لأنه موضوع التوميل بحاجة يكون فيه ثقوب نعم وكذلك الثقوب بالدعاية لأنه كمان انت ما بدك كمان تعمل دعاية مواضيع أخرى من يعني ما نش نفعل المناسف يعني ونعمل نعم 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 وكذلك فيه موعد معين إعلان النتائج يعني مثلا في بعض دول تمنع إعلان النتائج قبل خمس أيام من مواضيع الإنتخابات أو قبل أسبوع أو قبل أسبوع لأنه قد يؤثر عنها خبية بالضبط يعني هاي كمان قضايا أخرى هاي كلها مش موجودة أنا نعم يعني كثير قضايا بقضايا التوبية يعني ممكن ليلة الانتخابات تطلعنا تيت يعني فيه دول زي تونس عندهم نظام متقدم بموضوع التوميل موضوع محاسبي وعندهم مؤسسة الدولة كلها اللي هي بسموها الحسابات المالية هي بتضقق على التقارير يعني فيه إجراءات احنا حتى الآن الموضوع بحسب القانون أنه تقدم تقرير مالي ويجوز للجنة أن تطلب إذا بدهت بتضقق يعني حتى التقرير المضقق ليس شرط على القائمة يعني ترك أنه بمعنى بها اللجنة شافت بحاجة يعني تطلب يعني وهذا أعتقد بحاجة لتطوير للمستقبل كل الاحترام وأنا أعتقد بحاجة لشغل كثير موضوع المال من أن أصعب القضايا طبعا إحنا المال والإعلام هؤلاء هؤلاء مرتبطة مع بعض هو يعني محاولة توجيه الجمهور أستاذ بلال سيد الفاضل يعني إحنا عارفين أنه انتخابات الهيئات المحلية سواء كان كبرى أو صغرى يعني بحيث عدد السكان طبعا هي الحجم يعني في النهاية مش انتخابات تشريعية ولا انتخابات رئاسية يعني الذي سيتم انتخابه لمثل الهيئة المحلية أو الذي يكون عضوا في الهيئة المحلية هو مثل المجتمع المحلي في إدارة شؤونه المحلية يعني يعني حسب قانون مثلا قانون الهيئات المحلية احنا بنحكي عن الناس بدهم يشاركوا في مصناعة المركزية الإدارية بصيروا يساعدوا هالحكومة في إدارة أمورهم الشخصية من حيث الخدمات الأساسية التزفيت الشوارع التعبيد الصحة العامة المدارس التعليق أجر لكم الله النفايات الأمور اللي زي هيك فلكن مع ذلك انه بسبب احنا يعني شعب لا يمارس حقه الانتخاب العادي خلينا نسميه بتلاقي لها أهمية خاصة تمام فمنسيب نشوف التناشف حزبي أيضا في الانتخابات الهيئات المحلية نسمح قوائم باسم مثلا محسوبة على حركة فتح قوائم محسوبة على حركة حماس قوائم محسوبة على الأخواننا في الحركات اليسارية الفلسطينية قوائم كذا قوائم كذا تمام لكن ذكرت حضرتك موضوع مهم اللي هو موضوع استغلال الدين تمام يعني الأصل انه طبعا انه في الدعاية الانتخابية ألا أعد أحدا بالجنة ولا أخوف أحدا بالنار تمام للأسف يعني هذا الحكي سمعنا يعني بدناش نقعدني يعني الكل اللي تعرف ما معروف هل هذا الحكي في عليه محاسبة مثلا واحد يجي يحكي انتخبوني ولا استذبوني إلى جهنم نعم انتخبوني وقلكم اتجنة مثلا تمام نعم نحن كنا زمان كانوا البعض ينتقد الإخواننا في الأمانة يعني في الحركات الإسلامية أنه بستعملوا هذا الخطاب اليوم شوتنا جميع بستعملوا يعني تمام يعني من لم ينتخب قائمة كذا بده يروح على النار يعني تمام نعم فيه عليه محاسبة هذا الحكي فيه عليه طريقة لانه نتبع وراه فيه ممكن يأثر على القائمة نفسها نعم يعني حقيقة إذا ما عدنا إلى نصوص قانون الهيئة المحلية لألفين وخمسين نجد أن هناك نص يؤكد على عدم جواز استخدام أماكن الدين نعم في عملية الدعاية الانتخابية المساجد مثلا الكنائس نعم وبالتالي نستطيع من خلال هذا النص واستخدام الخطب وهنا أود التنويه أيضا إلى ميثاق الشرف الذي استكمل بعض الثغرات والعيوب التي تحدث عنها الدكتور طالب نعم مسألة التمويل الانتخابي ومسألة أيضا استخدام الدين أو استخدام ما لا يصح استخدامه في الدعاية الانتخابية نعم وبالتالي عندما نتحدث عن موضوع دور الدين إذا مورس من قبل مثلا شخص موظف هو هو إمام مسجد مثلا نعم أو كان في كنيسة وتحدث بهذا الصدد نعم هنا نتحدث عن جريمة فساد نعم هنا مخالفة أنه يستغل هذا الموقع وبالتالي يمكن اعتباره شبهة استثمار أو استغلال نفوذ وظيفي وبالتالي يمكن تجريمه من خلال قانون مكافحة الفساد فهذا فعلا يستحق إذا كان رجل دين في هذا الحال إذا كان رجل دين نعم أما إذا كان شخص عادي للأسف الشديد يعني لا يوجد تعلم أستاذ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صحيح وبالتالي لا أستطيع أن أجرم شخص يعني تتعرف عليه المجتمع بأنه يعني رجل يمكن اعتباره متدين أن يستخدم هذا الحق ولكن أيضا هناك نصوص يعني يمكن استخدامها أو لحد من هذه المسألة النصوص التي تمنع أي شخص من التهديد أو الفرض التوجه على الناخب معين ويمكن اعتبار مثلا مسألة الوعد بالجنة أو بالنار نوع من التهديد بالذات الوعد بالنار إن لم تنتخب هذه القائمة نوع من التهديد الذي يمكن البحث في إمكانية الملاحقة استنادا نعم كل اهترام طيب أستاذ دكتور طالب سيد الفاضل خلينا نحكي في موضوع الدعاية الانتخابية الجميع يعني الكل في فلسطين سواء كان في الضفة أو حتى في قطاع غزة ينظر إلى أي انتخابات تحدث في فلسطين حتى على مستوى انتخابات الجامعات على أنها من قياس لشعبية جهة معينة في هذه الانتخابات يعني مثلا نيجي عن انتخابات جامعة كبير زيت بإذا فازت الكتلة الإسلامية بيقول لك ها حماس إحنا الطب في المجتمع الفلسطيني عملنا الانتخابات تشريع عشان ونرجيكم السنة البعضية إذا فازت فتح إحنا الطب إحنا مش خايفين من الانتخابات نعمل الانتخابات ونتهى الموضوع البعض يحاول يستخدم هذه الآلة الإعلام الدعاية الانتخابية والإعلام طبعا هناك فرق بين إعلام والإعلان يعني تمام يحاول استخدم هذه الآلة لفرض شعبيته على المجتمع من خلال وسائل الإعلامية سواء الرسمية أو غير الرسمية تمام اليوم إحنا متحدث عن انتخابات الهيئات المحلية هاي هل ترى بأنه يعني هل هي فعلا النتائج إحنا بنحكي الدعاية الانتخابية الآن بعد الدعاية الانتخابية ستكون هناك انتخابات ونتائج هل ترى بأنه هذه الانتخابات نتائجها تعكس لأنه نحن نحكي عن شرائح أكبر ستشارك يعني مثلا المدينة نابلس فيها 70 ألف ناخب مثلا الخليل يمكن 200 ألف ناخب فيها هل تعكس فعلا توجهها سياسيا للمجتمع ولا لكونها انتخابات والله مجتمع محلي رح يغلب الطابع العشائري الطابع الخدماتي البرنامج الانتخابي ولا لا شوف أولا الانتخابات المحلية وانتخابات العامة نعم لو كانت الانتخابات العامة تجري عنا دوريا كانت أبور شوية يعني أسهل يعني إحنا الآن لو عملنا انتخابات 2010 حسب الموعد نعم و2014 و2018 و2020 كان إحنا بوضعنا يعني أجمل ألطس أكثر فقدر نشوف المقارنة شوفوا الانتخابات المحلية بكل العالم هي مؤشر ولكن لا تتطربق نتائج المحلية مع الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية لجرات يعني معناه في اختلاف في اختلاف بكتير متقلات أولا بالعادة نسبة المشاركة بالانتخابات المحلية تختلف عن الانتخابات العامية في بعض مواقع بيكون انتخابات المحلية أعلى في بعض مواقع تكون أقل نعم بالمدن نحن عنا ا sukma은 언تخابات المحلية عيكون أقل لو جرتب التشريعي يعني نعم في القرأ الانتخابات المحلية أعلى من الانتخابات العامية فإحنا عنا يعني الوضع المعادلة ليس تتابته بكل المواقع وغريبة بعض الشئ يعني بحاجة Atd font يعني ليعطيش أجوب بيسموها نهائية بالموضوع يعني فيه موضوعها زي ما حكيت هي معشرات وخاصة أنه القوائم اللي مشاركة في الانتخابات المحالية تختلف عن القوائم اللي بتشارك في التشريعية default كان عنا في التشريعية عدد من القوائم حوالي 27 قوائم سميت مستقلة وكان قوائم حزبية ولكن sang بالانتخابات المحالية نجد عدد كبير من القوائم المسجلة ومستقلة هي بينك وصير سر إتلافات لأحزاب أو دمثل حركات أو بتمثل المستقلين يعني منوعة أما بالانتخابات التشريعية بتكون أمور شوي أخف نسبيا يعني ما فيش حزب سياسي بالانتخابات التشريعية تخبى تحت قائمة مستقلة كل الأحزاب اللي نزلت لما كانت 36 قائمة أحزاب الرئيسية الأساسية سمت حالها باسمها حماس لها قائمة شعبية لها قائمة ديمقاطية قائمة فعمليا قوائم كانت مبينة للقوائم الحزبية بوضوح بالانتخابات المحلية ستجد أنه في بعض مناطق يعني قوة سياسية مشاركة بالقوائم المستقلة وفي بعض قوائم حتى هاي بجوز بحاجة لنقاش في المستقبل بنفس اسم التنظيم نزل أكثر من قائمة بنفس الدائرة وهاي بحاجة لنقاش كيف يتم التعامل طب ليش مثلا أنا عندي سؤال ليش مثلا القوائم في الهيئات المحلية خصان الكبرى خلينا سميها أحيانا بعض الأحزاب السياسية بتنزل في الانتخابات التشريعية أو الانتخابات العامة سواء كان التشريعي أو الرئاسة أو مجلس وطني الله أعلم إذا عمرو مصير عنا من انتخابات مجلس وطني بتنزل عادي بكل أريحية بتقول لك أنا قائمة والله الحزب الفلاني لكن بتحاولها تعكف عن المشاركة في الانتخابات الهيئة المحلية في سبب لهذا الموضوع لأنه أولا شوف يعني بجوز جزء من هالقانون قانون الانتخابات إحنا أصلا بانتخابات التشريعية نعم اللي بيجيب 1.5% بتمثل بالمحلية أنا بجيب 8% أنا بجيز ما عندي 8% بس عندي 2% بقدر أشارك بالتشريعي بقائمة وأقول لأجيب أطلع لمقعدين أو 3% بس في المحليات عندي 2% أو 3% موزعين بالجيز ما أشارك إش لأنه ما عنديش فرصة إلا ذلك تلاف مع أحد آخر يعني بذلك أنه قانون الانتخابات المحلية إنه نسبة الحسم 8% وهي ليست يعني سهلة يعني نعم لأنه يجيب 8% في المحليات سيطلع نتيش و سفر بالتشريعي نسبة الحسم عنه حتى الآن 1.5% يعني في فرصة لبعض قوى سياسية يمثل بالنسبة أقل تشارك نعم هذه ممكن تكون من الأسباب ليست بالضرورة سبب الوحيد وزائد أنه الأحزاب السياسية أنه اهتمامها في بعض أحزاب تعتبر اهتمامها بس الانتخابات العام نعم وإذا بتلاحظ مش بس يعني لما راحوا حتى حوارات القاهرة اللي جرت يعني العام الماضي كل حواراتهم ما ذكروا الانتخاباتهم حديثة بأي حوار لم تستر لا بالميثاق الشرف اللي وقوة مش في البال ولا كان موضوع ولا حدا جاب سيرتها يعني نعم ولا حطرح موضوع ما حكمت الانتخابات محتج عليها ولا لا يعني كثير قضايا تمت في القاهرة وشعرنا فكرنا العمور كلها يعني كلها منتهية بحثين في الموضوع أصلا نعم أستاذ بلال الآن إحنا من ناس يعني المواطن العادي سواء كان مواطن مرشح أو غير مرشح يعني اللي صاحب حق الاختراع تمام الآن هناك أحكام دعاية انتخابية الدعاية الانتخابية يعني مربوطة بضوابط في النهاية نعم صحيحنا كما يعني ذكرتم يعني أنتو اتنين حضراتكم أنه ما زلنا بحاجة إلى مزيدنا التطوير سواء كان بالقانون بالنظام بطريقة التعامل مع هذه المسألة بدورية الانتخابات وموضوع احترام موعدها يعني هذا بلسه بده شغل كثير لكن نحن نحكي اليوم شو ممكن للمواطن إذا رصد يعني المواطن لحاله رصد مثلا مخالفة انتخابية أثناء فترة الدعاية الانتخابية تتعلق إما بالتمويل إما بالمحاباة إما بالسطوة خلينا نسميها الاستغلال النفوذ الوظيفي يعني واحد هل في عنده جهة مثلا يبلغ عنها عن مخالفات هاي بشكل سري وآمن بديش تعرض للمسائلة مثلا بديش حد يعني يستعمل صوت القوة عليه يعني تمام وهل لديكم أنتم في اتلاف أمان أي برنامج لاستقبال هذه الشكاوة ومعالجتها نعم صحيح نعم يعني فيما يتعلق في جهات الرقابة أو جهات المسائل التي يمكن التوجه لها في ما يتعلق برصد الانتهاكات نعم في مجال العملية الانتخابية عموما لجنة الانتخابات المركزية يعني تعتبر الجهة الأساسية التي يمكن التوجه لها في حال يعني رصد أي انتهاك أيضا هناك بعض القضايا التي تحدثنا عنها أخي أناس نعم عندما قلت أن بعض المخالفات قد تمثل جراء فساد نعم مثلا عندما أتحدث عن الرشو الانتخابي وعندما أتحدث عن الواسطة والمحسوبي أعتقد أن هنا يمكن التوجه للشخص مباشرة إلى هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بسؤالك حول أننا نحن في الإتلاف من أجل النزاوة المساءة الأمان نعم لدينا نحن يعني كالغط الساخن الذي نستقبل فيه طلبات المساعدة عموما يعني مخصص لتلقي الاتصالات وتلقي طلبات المساعدة التي يمكن اعتبارها بين خصين الشكاوة بهذا الخصوص من خلال ما نسميه المركز المناصرة والإرشاد القانوني ويمكن أن نقدم الدعم القانوني في هذا المجال وهناك تعاون ما بيننا وما بين لجنة الانتخابات المركزية في هذا المجال حتى هيئة مكافحة الفساد لربما نعم هيئة مكافحة الفساد حيث تم الاتفاق على أن توريد كافة الشكاوة أو الاتصالات التي تريدنا إذا ما تحققنا بداية يعني من وجود أساس لها إلى لجنة الانتخابات المركزية التي تتابع بدولة وتعلم أيضا أستاذ أنس أن النيابة العامة تبقى هي أيضا بابا مفتوح لكل ما يطالق نعم حامل حق العام حامل حق العام نعم بصفتها نعم حامل حق كل الاحترام طيب سؤال استتباعي استكمالي ما حضرتك أستاذ بلال الآن نحن في الانتخابات التجارب السابقة هل نماء إلى علمك أنه تم إجراء محاسبة حقيقية لأي مخالف لقوانين الانتخابات يعني تكب جريمة انتخابية وعرض الأمر على الجهات المختصة وتم محاسبته هل هناك من تم محاسبته حسب علمكم في التجارب السابقة أو إحنا شعب ما شاء الله 100 بيورو مستحيل أن نحدي عمل مخالفة يعني اسمح لي هنا حتى أكون أمينا أن أتحدث عن علمي الشخصي نعم ولا أدعي أنني أتحدث بإسم الإتلاف من هجل النزاة والمسائلة أمان ولكنني مستشار قانوني لهذا الإتلاف منذ 12 سنة يعني لم ينمو إلى علمي أن هناك فعلا تم مثلا الحديث عن محاسبة شخص مسؤول فيما يتعلق بجريمة انتخابية أو مثلا لا أعلم إذا ما تم من خلالنا على أقل الإتلاف من أجل النزاة والمسائلة أمان محاسبة يعني أشخاص اقترفوا جرائم انتخابية لا سيما ما يعنينا في الإتلاف من أجل النزاة والمسائلة أمان الموظفين أو أفراد السلطة التنفيذية أو أفراد الأمن باعتبار هؤلاء من يدخلون ضمن إطار قانون مكافحة الفساد دكتور طالب عندك معلومات عن موضوع هذا أو لا؟ لا بشكل عام يعني بشوف موضوع زي ما حكيت لك يعني احنا عنا فيه مبلغ لو بندفع لكل قائمة بتحطه 500 دينار هاي بشأن يعني إجراءاتها بالدعاية تستطيع الإجنة الانتخابات إذا في حدا مثلا ما قامش بوسترات أو كذا وما حفظش على المنطقة تستطيع البلدية تقول إنه هاي كلفتنا 200 دينار يتم تخصم هذا المبلغ يعني فيه مبلغ بالسمي إحنا مدفوع لكل قائمة من أجل الدعاية وإذا فيه حتى يعني بعض إجراءات ممكن إجراءات مالية بس بتمش اعتمادي كتير شغلات منها بهذا النوع وإحنا مدفع حتى أنا حكيت تجربتنا بالمواضيع حتى لأنه القانون فيش عندنا نصع الصرف على المالي ولذلك موضوع التقارير المالية يعني حكون بما إنها مش مرتبطة في صقف مالي يعني حكون تأثيرها ضعيف يعني فقط هي بشأن شخص مصادر لو فيه مثلا نظام حدد مثلا إنه البلديات الكبيرة 30 ألف دينار المتوسطة 20 ألف دينار الصغيرة 10 ألف وفيه إجراءات على أساسه بسير الشغل يعني أنه متابعة المصاريف والتقارير وكذا بيكون إلها أهمية وإلها تأثير وأنا بعتقد الآن إذا بتلاحظ حتى بالدعاية الانتخابية يعني بدأنا طبعا إحنا نشوف دعاية طبعا فيه مبارسات بالدعاية اللي يصار فيها دائما عليها النقاش اللي هي سوشال ميديا إنه كتير ناس بدأوا بالدعاية قبل موعد الدعاية نعم يعني هذا الشيء على فكرة يعني في بعض الضول عندها بتبدأ الدعاية مع قبول الترشح بتبتح يعني مدام من قبل الترشح على قبل دعاية بلش حكي إحنا عندنا الدعاية محددة بـ 12 يوم اللي هي فترة محددة بس ولكن قبل هيا في بعض الممارسات على السوشال ميديا مثلا انت أنازل قائمة أنا مش معك في القائمة ونزلت إعجابي في القائمة قدشت تدخل بالدعاية ولا ما تدخل يعني بدك تصير تدور أوقات في بعض ولا تدخل بمقلوب الناس فبش لا تفيش ولا تمعقد ولذلك موضوع اللي أنا وجود داري اللي مقصود فيه بالدعايات والحملات هو الحملات الجمهرية اللي هي المهرجانات هاي اللي مقصود فيها أكتر من أنه الواحد يعني قصة السوشال ميديا وإن ذكرت على وجه تحديد دكتور طالب أنه مسألة استخدام السوشال ميديا تعتبر شكل من الأنشطة الدعائية حتى في الدليل اللي أعدته لجنة الانتخابات المركزية حول الدعاية الانتخابية ذكرت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأحد ممارسات الأنشطة الاجتماعية معيني بتطفق معك وهي مسألة حصرها ومسألة تحديد ما هو بالضبط ومراقبتها مسألة عصية ومسألة صعبة جدا نعم نعم أما إذا فيه حدا من كده بيقرب لواحد يعني نزل صورة القائمة مثلا هي إشكالية شيء الثاني اللي مهم جدا في الدعاية أنه إحنا بيحكي عن انتخابات نظامها تبثير نسبي إحنا حتى الآن تسمع أنت فلان بقولك أمام نازل رئيس بلدي وكذا بصراحة إحنا كمواطنين لا ننتخب رئيس بلدي نعم صحيح نحن ننتخب قائمة والقائمة بعد ما تنمي انتخابها المجلس يجتمع حسب القانون ويختار رئيس البلدية من بين أعضاءه وحتى ما فيش نص عندنا بالقانون بيقول أنه الرؤساء القوائم هم اللي برشحينها الرؤساء البلدية يعني أنت ممكن من قائمة ألف أنا رقمي سبعة أنا لا ترشح الرئيس بلدية ما فيش نص بيجبر أنه يكون بعض القوائم شو تحكير بقى الرئيس الفخري هل ممكن تخطها ناحية بالتعديلات القانون أنه تشترط على القوائم اللي بدي يكون رئيس رأس القائمة يكون مرشحها ممنوع حد تاني ممكن تتواجه بأكثر من المرشح بنفسها بدي يترشح ممكن تصني اتقلبات بعد الفوز الانتخابات فمن هنا بوضوع الرئيس البلدية ستكون هي النقطة الأولى بعد الانتخابات وسيكون حسب القانون واضح توزيع المناصب اجتماع بحاجة إلى أغلبية مطلقة بتحصل على الرئيس البلدية ما حصلتش أغلبية مطلقة بيصير فيه طبعا جولة تانية بيصير بين التنين وإذا تساوه فيه قرعة يعني هاي الإجراءات المعهولة في إجراء الانتخابات تمام كل احترام أستاذ بلال يعني نختم حضرتك يعني ما نظلش وقت في البرنامج هل ترى بأنه العملية الانتخابية الآن يعني احنا بنحكي إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله يوم الأيام نشوف فيك انتخابات تشريعية ورئاسية وبشكل دوري دائما يعني ويفوز اللي يفوز يعني الموضوع مش موضوع من يفوز يعني بس أنه هاي الممارسة الدموقاتية لكي نتعلمها يعني عشان يعني بتساهم في تهذيب النفوس بتساهم في توعية الناس يعني هذا أتوقع شيء واضح للجميع بتشوف أنه شو هي الثغرات التي يجب أن نعمل عليها يعني هيك بشكل عام الثغرات نعمل عليها من أجل تقوية موقف المرشحين في مرحلة الدعاية الانتخابية البعض يعني اسمح لي مش كل الناس مش كل المرشحين عندهم ذات الإمكانيات خلفهم صحيح البعض مدعوم بأحزاب قوية لديها المال البعض مدعوم بأحزاب لديها سلطة يعني خلفها في ظاهرة وهذا الحكي طبعا نحن هو الموجود للأسف يعني هكذا والبعض بنزل أربع خمس شباب والله عام عندهم فكرة حابيني غير في البلد بعملوا قائمة يا الله يا الله فيش وراهم كل واحد ميتشيكل في جيبته تمام نعم شو ممكن نعمل عشان نعمل يعني القدرة على الوصول للجمهور شو في نواقص في القانون يعني لا شك أن القانون الهيئات المحلية يعني يشوبه العديد من الثغرات والعوار فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية وفيما يتعلق كما تفضل الدكتور طالب تمويل الحملات الانتخابية وبالتالي لا بد من استكمال في هذه المرحلة ونحن هنا لا نتحدث عن تعديل إطار التشريع على الرغم من أهميته القصوة ولكن أحد المؤشرات أخي أنس لنزاهة الحكم عموما أن يتم تعديل التشريعات الانتخابية في اللحظات الأخيرة وبالتالي لا نطالب في اتلاف أمان أن يتم تعديل التشريع ولكن فور الانتهاء نرى ضروري التعديل هذا التشريع بما يعالج مسألة ضمنات النزاهة في تمويل الحملات الانتخابية ومسألة تفعيل المحاسبة التي سألتني عنها نعم وحتى لا نجلد الذات لا أستطيع القول بأن الانتخابات القديمة السابقة هي انتخابات شابهة الفساد أو لم تكن نزيها ما لديش معطيات نعم والكل شبه متفق بأن الانتخابات التي تجري عادة لدينا هي انتخابات غالبا تكون نزيها وهناك بعض نزيها لكن غير متكافئة نعم في الإطار القانوني المجرد نعم هي نزيها من حيث النتيجة لكن من حيث العوامل غير متكافئة وبالتالي لابد من مزيد من التوعية لابد من مزيد من تفعيل الرقابة وهنا أتحدث عن الرقابة أيضا غير الرسمية أن يكون فعلا للصحافة والإعلام دور في توعية المواطن والرقابة على الخرقات أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني هذا الدور أيضا وأن تراعي السلطة الرسمية الواجبات الملزمة لها وخصوصا فيما يتعلق بالحيادية المطلقة في موقفها من الانتخاب وهو أتوقع أهم شيء في وضعنا الحالي وكل احترام لكم من حضراتكم الدكتور طالب عوض عضو مجلس إدارة المرصد العالم العرب للديمقراطية والانتخابات المرصد والأستاذ المحام بلال برغوثي المستشار القانون لإتلاف أمان أشكر حضوركما في هذا اليوم وإن شاء الله يا رب نلتقيكم في مواعيدكم في انتخابات تشريعية ورئاسية وشكر لكم متابعين ومستمعين عبر شركة وطن الإعلامية كنت معكم في إعداد تقديم المحامي نسل كسواني إلى أن نقالكم أسبوع مقبل إن شاء الله في موضوع جديد إلى اللقاء نتطلع إلى العيش في فلسطين القانون ونريدها وطن مساءلة وشفافية وعدل عدل حواري متعدد يعنى بالشؤون والأحداث والقضايا الحقوقية ويسلط الضوء على واقع الحقوق والحريات العامة والعدالة في فلسطين عدل رؤية إعلامية تقدمها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم عدل يأتيكم كل يوم اثنين الساعة السابعة مساء ويعاد الثلاثة والخميس مع أنسي الكسواني